السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة قناة فريق يفوز بس هذي المرة اقول ان توقع ان تسع او خنقول ثمانينة وسبعين بالمئة ان الريال راح يفوز لان دفاع برشلونة حاليا مهزلة طبعا مثلا زي كلاسيكو الاخير حق الموسم اللي راح ما كنت متوقع ان الريال يفوز في ملعب برشلونة حتى اني قلت في اكثر مرة قلت ان الريال راح يتعدل يا يخسر بس فاجأوني انهم فازوا اثنين واحد فهل مرة توقع انهم يفوزون اذا ما فازوا فالريال ما توقع ان يفوز هذي السنة بالدوري ادري انه بدري شوية بس انه خلاص يعني في فرق كبير بينهم ما توقع انه برشلونة راح يخسر مباريات كثيرة هذي السنة بحكم انه مستوى مرة ممتاز وبرضو دفد فيا رجع بس عندهم الدفاع لازم يتعدل يعني او يكون اقوى من كذا بس هذي يعني مجرد فيديو احبت اتسويه اتكلم في عن كلاسيكو قبل ان يشوفه طبعا بعد الكلاسيكو يمكن يوم الثلاثة او الاتبعار راح انزل يعني تحليل بسيط ما راح يكون تحليل زي اللي يشوفها التلفزيون لا راح يكون تحليل بسيط عني اتكلم في عن الحاجات اللي امتعدني من برا او الحاجات مثلا اغلاط الفريقين راح يسترسل اضافتنا راح يسترسل اتتكلم في الناس اتكلم سواء بس انه احاول اتكلم اتكلم اعجبكم هذا الفيديو وزي ما قلت الشباب أتمنى ما أحد يزعل أو يعني قد يسبسب يسب في الكومنتات عشان والله هذا مدريدي ولا هذا برشلوني لأن في النهاية ترى مجرد هذه الكورة نتابعها عشان نستعلم أتمنى أعجبكم هذا الفيديو كان معكم وهو مسلمان ونشوفكم بعد الكلاسيكو